اهلا بكم من جديد والآن ننتقل إلى النشاة الاقتصادية والبداية مع سوق عمان المالي بلغ حجم التداول الاجمال اليوم في بورسة عمان 8 ملايين و800 ألف دينار وعدد الأسهم متداولة 8 ملايين و100 ألف سهم نفذت من خلال 3612 عقد وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى مستوى 2181 نقطة بنخفاض نسبة 20% وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أذرت 42 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و48 شركة انخفضت أسعار أسهمها في حين استقرت أسعار أسهم 37 شركة أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي والصناعي وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات عقدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة المهندسين ونقابة مقاويل الإنشاءات الأردنية مؤتمر تحت عنوان معيقات الاستثمار في قطاع الإسكان وقال المهندس كمال العوامل رئيس مجلس الجمعية إن العلاقة بين القطاع العام ممثلا بأمانة عمان والقطاع الخاص هي علاقة غير تشاركية وغير صحية ووصلت إلى مرحلة من التشابك باتخاذ أمانة عمان قرارات مفاجئة وغير قانونية دون النظر إلى مردود هذه القرارات وانعكاساتها على عمان وبذلك ترى هذه الهيئات الثلاث مجتمعة أن هذا استبعادا لدورها المحوري وانتقاصا من رأيها من جهته وجه نقيب المهندسين أحمد عبيدات رسالة لأمانة عمان ورئيس الوزراء خلال المؤتمر تفيد بأن الإجراءات التي تقوم بها الأمانة في التأخير في المعاملات تضر بالاقتصاد الوطني وبسمعة الأردن ونوها إلى أنه إذا ما استمرت الأمانة بهذه الإجراءات سوف تقوم هذه الهيئات بالتصعيد والمطالبة بإيقالة الأمين هذا الاجتماع هو اجتماع ما بين نقابة المهندسين والمقاولين والمستثمرين في قطاع الإسكان وهو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء بأن الإجراءات التي تقوم بها مات عمال كبرى في تأخير وتعقيد معاملات المواطنين المتعلقة بالإنشاءات والأبناء هذه كلها تضر بالوطن وتضر بالاقتصاد وتضر بسمعة الأردن وتضر بالجانب الإداري ونحن نقول بأن هذه الإجراءات التي تقوم بأمانات عمال كبرى إذا استمرت فأن هذه الجهات الثلاث سوف تلجأ إلى التصعيد للوصول إلى حل جذري ربما يكون بالمطالبة بإيقالة أمين عمال كبرى المعاناة اليوم لا تقع فقط على مستثمري قطاع الإسكان أيضا المكاتب الهندسية عمالها بتعاني نفس المعاناة أيضا المقاول أصبح يعاني معنا لأنه طول مدة يعني منوقع عقد المقاولة للمشروع ويبدأ بالانتظار خمس شهور لا يستطيع أنه يأخذ مشاريع أخرى عبيرما تطلع ترخيص المبنى يمكن بموضوع الإجراء لم يكن بموضوع علاقة المقاول لكن خمس شهور تأخير يتعرض إلى المقاول عشر شهور يتعرض إلى المستثمر خمسة قبل وخمسة بعد وكذلك المكتب الهندسي باعتقادي أنه نحاول نوصل رسالة لأمانة عمال أنه هناك مخالفة قانونية ودستورية في إنها ألغت نظام أو مواد بنظام الأبنية هذا نظام صادر عن مجلس الأسر الوزراء وليس عن لجنة اللوائية فاللي قامت بإلغاء هذا هي اللجنة اللوائية وهي ليست صاحبة حق في إلغاء طابق السطح وليست صاحبة حق في تخفيض عدد الشقق على قطع الأراضي وهذا عماله بمس المستثمرين في رؤوس أموالهم وعماله بدمر القطاع يستقبل نظام الكهربائي ما يقارب 800 ميجاوات جديدة حتى نهاية العام الحالي لترفع الاستطاعة التولدية في محطات المملكة إلى نحو 3900 ميجاوات وقال مدير دائرة تخطيط الإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية أمين الزغل إن 488 ميجا منها ستدخل مطلع شهري حزيران وتموز المقبلين لتدعم قدرة النظام الكهربائي على مواجهة أحمال فصل الصيف والتي يزيد فيها الطلب عادة على الكهرباء للتبريد وأوضح الزغل أن هذه الاستطاعات ستنتج عن إدخال وحدتين توليديتين جديدتين إحداهما في التوليد الخاصة بقدرة 240 ميجاوات أما الوحدة الثانية وبنفس القدرة التولدية ستكون في محطة شرق عمان والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة في شهر تموز المقبل وتقدر الاستطاعة المتاحة حاليا بنحو 3100 ميجاوات فيما يوفر النظام الكهربائي حاليا 800 ميجاوات احتياطية أما الاستطاعات التولدية المتبقية فستدخل إلى النظام خلال شهري آب وأيلول المقبلين وبقدرة 210 ميجاوات و100 ميجاوات تباعا وتقدر دراسات الشركة وفقا للزغل أن يصل أقصى حمل للنظام الكهربائي إلى 2880 ميجاوات فيما كان أعلى حمل تم تسجيله خلال ذروة الشتاء الفائت 2950 ميجاوات تم تسجيلها خلال العاصفة الثلجية منتصف شهر كانون الأول الماضي بلغت الصادرات الوطنية الحاصلة على شهادات من غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي مليار و 66 مليون دينار مقابل مليار و 12 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15% وذلك بفعل دخولها أسواق تصديرية جديدة أهمها إثيوبيا ووفقا للأرقام ارتفعت صادرات الغرفة إلى إثيوبيا إلى 49 مليون دينار وبحسب الأرقام أيضا جاء قطاع الصناعات الكيموية ومستحضرات التجميل في مقدمة الصادرات بقيمة 241 مليون دينار تلا قطاع الصناعات التعدينية بقيمة 203 مليون دينار بعض الصناعات الهندسية والكهربائية بقيمة 143 مليون دينار ترجمة نانسي قنقر